منتابع مشاهدينا صباح اليوم نوصل لبيت بيوت مع المهندس عماد سالم صباح الخير عماد صباح نور اليوم راح نشوف صور كتير ورح نحكي عن طولات النص اللي منسميون صح مزبوط سنتر تيبل سنتر تيبل كافي تيبل هيك بتسمى سايت تيبل كمان راح نحكي حلو لأندرج كمان السايت تيبل هلأ كتير وكنت عم تقلت تحت الهواء في كتير ناس راح يغيروا بيوتهم اليوم راح ياخدوا أفكار أكيدة جديدة مثل العادة بالصور يلي راح نحكي عنهم أنا وعماد أول شيء أهمية هالطاولة النص كيف منختارها مدورة كيف منختارها مستطيلة واليوم صار فيه حتى أشكال تانية يعني غير هيدا اللي منعرفها صحيح صحيح هي هيدا السنتر تيبلز أو الكافي تيبلز مثل ما هي معروفة بأمريكا تغيرت شوي مفاهيمة عننا نحنا يعني هي بالانتيرير ديزاين إذا بديك أو بالهندس الداخلية زادت أهميتها لأنه صارت هي بتكمل إذا بديك كل الفرش اللي نحكي وبتحدد حتى بتحدد الإسباس طبعا هلأ أكيد خليني أعطيهم شوية نورم أساسيات على شو اللي يجب أن ننتبهي خصوصا أنه هلأ الكافي تيبلز قبل كنا نروح نشتريهم خالصين ونحطهم هلأ ما بقى فيه هيدا الموضوع لأنه قد ما صار فيه فرايتي وهلأ بيشوفوا المشاهدين من خلال الصور قد فيه كمية وأفكار جديدة صرنا عم نصنعها وعم نخترعها نحنا بس أهم شيء هيتا نحكي على شوية تفاصيل البعد أو علوية علوة للكافي تيبلز علوة الكافي تيبلز ما لازم يتخطى علوة المقعد طبعا اللي بنقعد عليه يعني نحنا بنعمل عادة طبعا على الخمسة واربعين وبس نقعد لازم ينزل على اثنان واربعين نصيحة لقلون أربعين سنتيمتر وما دون هي الإيديال لقلون يعني أكثر شيء أربعين سنتيمتر علوة عم نحكي على الكافي تيبلز سايت تيبلز فينا نخلفها هلأ ما نشوف البعد بعدها عن الكنابية لازم تكون منيموم تلانة سنتيمتر خمسة وثلاثين سنتيمتر وأفضل تكون أربعين سنتيمتر بتكون أريح خاصة بالمناطق يلي ممكن يكون فيها إذا بدك الكنابية ممكن تسيع أكثر من شخص لأنه نحنا بنعرف بدنا نحط إجر فوق إجر أو إجرينة تكون شوي مريحة وهيذا بس هيدا إذا بدك المعدل بالنسبة لحجمة نسبة للفطويات اللي عنا نحنا بناخد أكبر فطوي وبدت تكون ما تتخطط تلتين بس كمان ما بدت تنزل على نص المسافة يعني ما بدت دين متبين صغيرة قدام حجم الأسباس اللي نحن هيدول إذا بدك تبس كحجام هلأ أشكال وفونكسوناليتي وهيك ترجع لأوين بدنا نحطها وتنقول كافي تيبلز أو سنتر تيبلز بتمنى لو نرجع على أول صورة الفونكسوناليتي هي كتير أساسية فرح بلش أنا بقودت القعدة الليفينج روم يلي هي فيها كتير يعني الكافي تيبلز بطلت منظر تصار فيها فونكسونيات أكتر وهيدي أول صورة أصدا حطيتها عن تستعمل للليفينج روم نحن نعرف بالليفينج روم عنا بالعربة باللبنان حرتيق كتير بدأ تنضب نفس الوقت بدنا إيها مرتبة لأنه الليفينج روم نحن نستقبل فيها عالم نحن بطلتها العيلة بس فبدنا نحط روموت كونترول وبدنا نحط روموت ريسيف رومية ألف شغلة والكتب تبعنا والأساس والألام تعرف الإشياء بدأ ما يكونوا فوق على الطاولة ضرورة تكون فونكسونال هون الشغلة المهمة أنه الكافي تيبلز بالليفينج روم ضرورة تكون فونكسونال الفونكسونال مش يعني مش حلوة والدليل هن الصور اللي عم نحطن هلأ نقول فونكسونال يعني ونقول حلوة تستعمل الماتيري اللي يجب تتلبق على المود اللي نحن عم نخلق فينا نروح على البلاين وود مثل ما هو موجود فينا لما نحب نحط أبيض أو أسوأ ماربل كتير أساسي خصوصا سيراميك في ماربل ليش هيدا المهمة وحلو ويستعمل كتير أول شغلة ما بيتجرح بسهولة وخصوصا بالليفينج روم اللي عنا أولاد عنا ممكن عنا بوسيبيريتي نلعب عليها على الطاولة فرح تتجرح في الماربل أو السيراميك في ماربل رح يساعدنا على هيدا الموضوع الخشب الزوية إذا فينا ننتبه تكون الأجز مبرومة إذا فيه أولاد وإذا ممكن تكون تقدر نمدة أو نكبرها لأنه نعرف أنه نحن ممكن نأكل بالليفينج روم وممكن نقري بتكون عنا سانت ونرجع بدنا نتشقف مننا تصير سايت هيدا بالنسبة للليفينج روم والفونكسوناليتي تبعه وهو الإجزامبليات حلوة فيوني استفيدوا منهم إذا مننتقل على الصورة اللي بعد هيدا هون تغير الكونسيبت تبع الطاولة صار الكونسيبت موديلر لاحظتي الأشكال تغيرت صار عنا حرية كتير صارت موديلابل صار شكلها شوي غريب صار فينا عم بعطي أفكار تشوف قديا فينا نحن نغير هلأ شغلة مهمة عم نلاحظ الماتيري اللي تغيرت من قبل له هلأ يعني خصوصا هلأ فيه إشياء درجة كتير مثل ما ذكرت في عنا الماربل ترافرتين أنا قلت هيدا بدي ندرجة هلأ على مدى طويل الميكساج بين هؤلاء الماتيريال يعني وقتا نستعمل مثلا صخرة وحديد أو نستعمل ماربل مع بينت عادة بوليش هيدا هيدا الجملاج ميكساج عم يعطي كتير شغل حلو شغلة تانية الكنابيات اللي بطلت فورما محدد عم تسمح لنا أنه نجن فيه أكتر وتكون مثل ما هون فينا نسحب شقفة منا نستعملها سايت تابلز الحديد بعضه داريج مثل ما هو واضح هلأ بدنا انتقل على صورة لبعد هيدا وأحكي شوي على سكوير لوك هلأ هيدا إذا شفنا أول واحد كان شوي غريب بدنا أرجع أقول أنه سكوير لوك هو بعضه أزبط لوك هو هنه بعضهم أزبط لوك يلي هو دورابل أو ساستينيبل يلي ما رح نزهق منه عن مدى البعيد بس ما يكون بايخ كتير مهم يكون صوفيستيكي وعنده هذه المميزات اللي عم نشوفها هلأ بهذه الصور فإذا حسب ستيل إذا ستيل اندستريال عندنا مثل الصورة الموجودة فوق فينا نروح على الحديد لبيور حديد بدنا أحكي شغلة كمان حلوة هلأ داريجة ما كان عندنا إياها قبل أنه صار داريج رجع رجع في فترة موجود وبعضه يعني مثل الصورة الموجودة على زوية اليمين هي كتير درجة خاصة إذا الاسباس هو وعبالنا نحن نعرض عبالنا نعرض عبالنا نعرض هالاسباسات أو عبالنا نعرض على هذا الاسباس ليش هون درجة لأكسسوار لأنه تنحط الأكسسوار ما يصير بوجه نظر يبقى على المستوى الطبيعي للسلوم بعد هذه السكوير سأحكي على الراون تيبلز الراون تيبلز اللي هن كتير درجين وكتير فونكسونال وكتير أورغانيك وهلأ كتير ان الافانتاج فيهن أنه صار فينا نعمل فيهن اللافلينج كان راون أو كان أورغانيك شيف مثل ما هو واضح شو المقصود باللافلينج اللافلينج مثل ما هو كمان موجود بالصورة يعني أو الليفلينج التاني الطاولة الأعلى فيها تصير سايد تيبل وهون الجملاج أو الميكساج بعضهم ممكن يعطينا شكل كتير حلو مثل ما هو واضح شغلتين مهمة أنه فينا نعمل لأج للراون تيبل وفينا ما نعمل لأج للراون تيبل مثل ما هو درج هلأ والأج بس بدنا نعمل أج بدنا اللي تبعنا تتبين اللوكس أكتر بعد الراون تيبل بما أنه حكيت على الليفل اللي يكون فيه سايد تيبل سايد تيبل سايد تيبل ما يجي يتنوع يعني سايد تيبل فيها تكون فونكشونال اللي بدنا إياها فيها يكون مثل ما هو واضح الأجر بتفوت تحت الكنابية عندنا تتسير على مستوى إيدنا تنحط القهوة على حدنا فيها تكون أنا بقرة كتب في عبالي يكون فيها عندنا محل حط الكتاب فيها حلو يكون فيها بوش حط فيها تكون فونكي إذا عبالي في لولاولاد نحط ألوان ونشتغل تكون كالورفل أو تكون شوي فونكي والحلو بهذا الموضوع بالسايد أن السايد هاي نغير يعني ما علي إذا أصدنا نعمل شي إذا بديك فونكي ودرج هلأ لو عارفين وما رح يضاين ما علي نجي بل أنه ما رح تكون وفينا نغير وما رح تأثير كتير على هيدا وقت حكيت على فونكي إذا مننترق على الصورة اللي بعد هيدا رح تشوف أنه قديش الفونكسون بتأثير على المود وعلى الغرف اللي نحنا فيها فطلع ما يجي قديش إنه مهضومة هيدا الصور قديم مهضومين الفونكسوناليتي الطاولة يعني تخييلي طاولة توليد شو مهضومة هيدا السنتر تيبل طلع إذا عنا بات الطاولة كيف فينا نخلق بيت للبات يعني حسب إذا بديك البيوت وحسب الفونكسون وحسب الأشخاص ومساحات فينا نلعب بالسايت تيبلز تسمح لنا هيدا الموضوع بعد هيدا الصورة إذا نتقل على الصورة البعدة السايت تيبلز أنا قلت فينا نغيرها دغري بس بنفس الوقت السايت تيبلز إذا بنا نحطها بسالون بدأت تكون أبغريت يعني كمان ما بدنا تبين يعني تعطي تقلق صح كرمال هيك هون اللوكس بالسايت تيبلز يعني شرح لهم كيف بنا ننتبه وقت النقي سايت تيبلز تكون أبغريت ما تعطي تشيب خصوصا إذا السالون نتقل أول شغلة بنا ننتبه ومشغولة ما بتنعمل بسهولة شغلة تانية الشكل الشكل كمان ما بدكم بيناعمل بسهولة يعني مش فيه ينكز إذا بدك أو يتطبق كتير بسرعة لسكولتشور قلتلك رجع الدرجة تتذكري مرة قلنا هلأ سننا عم نعمل سكولتشورز تيبلز أو عم نعمل شي عم يروحوا المهندسين يعملوا إشياء يخترعوا هن سكولتشور مثل ما هو واضح سكولتشور تيبلز هي من أكتر الليفلز يلي بتعلي سايت تيبلز يعطيها قيمة أكتر مثل ما هو واضح هن من كان أخذنا فوليوم معينة حطيناه هن أو حجرة مثل ما هي نحطناها الفير فورجي ممكن نستعمله بس ننتبه الفير فورجي بعضه هو ماتيريال منه كتير غالي فوقت بدنا نحط حديد بدنا نحط حديد بدل ما نحط حديد نحط براس يعني نحط نحاس هيك وأبكريد ساعتها ودد أبكريد بالماتيريال اللي عم نستعملها غير الشكل الميروار إذا كمان محترين مثل ما هي الصورة بأول وحدة على زاوية الشمال الميروار هي بتكون أوبسون دايما فينا نحطها وينما كان على زاوية حقيقة لكنابية سايت تيبلز لأنه هي نيوترول وبنفس الوقت رح تعطينا أبكريد على كل شيء ما نحطه عليها إن كان داو إن كان فاز أو إن كان سيرفيس من بعد سايت تيبلز رح أرجع على الكافي تيبلز عم بحكي بسرعة لأنه نقطع هيدا ونقطعهم كلهم وفي كتير أفكار داريج المونوكروم داريج المونوكروماتيك وداريج كمان ماجي الجاباندي ستايل وداريج الأورغانيك ستايل كمال هيك السنتر تيبلز صار فيها تلحق الكاراكتير أو تلحق شخصيتنا من هيدا النوع إلنا الترافيتاني كتير داريج فهيدا أكتر شكل واضح نحط هلأ بهيدا الصورة نفرج كيف فينا نجيب النتور أو كيف فينا نكون أورغانيك حتى بالسنتر للتاب وتبقى أبكريتت يعني نحن وقت نجيب صخرة مثل هيدا نحطها مثل ما هي نعرف أنه هيدا الصخرة هي أونيك الأبانكاج بالجاباندي ستايل أو بالأورغانيك ستايل أنه نحن وقت نجيب شيء من الطبيعة هيدا شيء ما رح نشوفه ولا محل تاني رح نشوف شبيه لأله بس هو ما رح نشوفه كيف هيدا الطبيعة فينا نجيبها على بيت موديرن إذا نحن ما عبننا نكون بيور جاباندي ساح ويكان آد اشياء صوفيستيكية عليها مثل سيمبل يعني مثلا مع الأورغانيك ستايل منحط شيء كتير معروف مثل سيركل مثل كاري نعمل هيدا الميكساج بعضهم هلأ ثلاث صور وراء بعض هيدول رح يشوفوا أنه الأفانتاج كيفينا نفوت الأورغانيك إذا ننتقل لبعد هيدا هيدا السيركل اللي عم نحكي عنه فيكون خشب فيكون أزاز مثل ما واضح بهيدا الصورة فيكون ما نحط بطريقة حلوة الجريت كون ما نحط بطريقة حلوة بس بسيكون الطوب أورغانيك وفيكون العكس فيكون الباز أورغانيك والطوب هي شكلة كتير واضح الصورة اللي بعد ده هين هوني تنزيح القطعة إذا كانت من سخر أو من خشب صعبة تنزيح نحن بنحطها بمطرح ما كتير نزح صحو بنكون مستر بيس يعني بنكون عن جد مثل منحوطة كبيرة يعني مثل إذا ملاحظة هون حطينا منا بالسانتر ديتابل هي على جنب شوي صخرة كبيرة وحطينا الفورنوتش راح وليا فوق نفس الشي لحظتي حتى الإسباس بينا بطل كارانت سنتيمتر أو ترانت سانك سنتيمتر بعدنا أكتر لأننا هنا عارفين إذا قررنا بدنا نزيحة مش راح نقدر نزيحة بسهولة بالمقابل حطينا فوق هيدا الشكل الأورانج الزيز يلي هي ممكن نقربها إذا عمضيه إذا جاي لحدا لعنا نقرب له هيها تتصير عمو تنهيوة إيدو من بعد هيدا راح نبقى بالأورغانيك ستايل ولاحظة ما يجي هون بيور جاباندي نحن هون عم نحكي كتير ناتوراليست كتير جاباندي عم نجيب صخرة أو خشبة أو ترنق شجرة متل ما هو ونرجع نحن نطبق عليه إجر بشكل يصير متوازن مثل ما فيها الصخرة مثل ما فيها هذه الطاولة اللي هي من جزع شجرة أو الطب التحتانية الموجودة هون هيدا الشي بدنا نكون نحنا كتير ناتوراليست بيلبق معنا كتير بشاليات بلبنان بيلبق بفيلة بس تكون إكسبوزي يعني هون كتير مهمة رولاسون بين بره وجوه تكون موجودة بقوة لأنه لحالة جوة بمحل كله راح تبين قد يعني ما راح تبين كتير حلوي فضروري هيدا يكون فيه معها تنحسها مدموجة مع الناتور اللي عنا إياها بعد بعد الأورغانيك شايب والمونوكراماتيك شايب هون بعدنا عم نفرج إكزامبلات عليهم إذا مننتقل بعد لحظت هون كمان ما يجبنا نعمل جملاج بعدها إذا حبينا نعمل أورغانيك شايب بس ما بدنا نكون ناتوراليست بدنا نكون شوي بوكس أكتر شو الطريقة هون بدنا ننتبه بدنا نستعمل مثلا مارب الغالي أوكي ريل ماربل ما بدنا نروح سيراميك في ماربل بدنا نستعمل ماربل غالي ونعمل هيدا الشكل اللي عم نحكي عنه بدنا نحط عليه الإجر بطل فيها تكون حديد أو حيالة خشب نلقي عليا لأنه بدنا نعطي أهمية للمالأ بدنا تكون الإجر مشغولة أكتر معمولة من ماتيار نوبل إن كان براس إن كان مدهبة بطريقة غالية فينا نعمل فينا نعمل جملاج بالماربل مثل نعمل هون كيف نعمل موزاييك بس يكون بالماربل نعمل كلاج معين فينا نشتغل ليفلينغ ونبقى نحنا مرتبين مثل ما هو واضح بهذه الصورة حبيت ما يجي فرج إجزامبلات أنه نحنا حتى لو عملنا أورغانيك شيب الأورغانيك شيب فيه كون تقيل بدنا ننتبه على شغلة مثل ما قلت بدأ تكون تصنيعة منه سهل إذا بدنا نحطها ما بيتقلد بسرعة ما بيتقلد بسرعة وتكون الماتير اللي عم نستعمله هي ماتير غالي يعني الخشب اللي عملينا فوق هذه السوداء هي منا بلين سوداء هي خشبة ماسيفة كبيرة فالقيمة طبعها هي بخشبة الماسيف تطالعة هيك لو هي هالأدي سنبل وبلين بس حقها غالي وقت عملناها يعني كانت قيمتها بيّنت بس حطيطها طلعت إجزاكتلي لأنه ضيما خشبة الماسيف نحنا بنعرف بينا بيع بالماتر كوب صحيح مش بالماتر الكري الصورة اللي بعد هيدا بدي أحكي عن أهمية الإزاز أهمية الإزاز ماجي رجع درج الإزاز هلأ كتير والإزاز عنده أهمية كتير قوية أنه ما رح يضيق الإسباس رح يخلي الإسباس مفتوح خصوصا إذا عنا راوند شيبس أو شيبس عابلنا نفرجيهم بالكنبيات إذا منحط شي ماس مسكرة ما بقى تبين صح الراوند تيبلز نفس الشي فيهم يبقوا أبكريدت لفل يعني تجيب يعتبر أبكريدت لفل خاصة إذا أجريهم مجغلة بطريقة حلوة وحطين ماتيريال تاني بعد فيه صور بعد فيه صورة بدي أحكي عنه صوتين هنه أساسيات أول شي بدي أحكي أنه بدي أحكي أنه الطاولة اللي بعد هيدا بدي أحكي الطاولة صار فينا نطول فيها الإسباس نحن نعرف صار عندنا سالون ملتي فانكشنل سالون مثل ما أنا عامل هون السالون هون هو عبارة عن إسباس كتير كبير فأنا شو ما حطت الطاولة ما رح تكون صغيري بينما هون وقت طولت الطاولة استعملت كذا جملاج أو كذا بيكساج مع طاولات بيّن السالون طبعي وحطة كبير أكثر قد كبير صح وصار إذا بدك محاوط صح بدي أنتيل بعدها لآخر صورة وهي صورة كتير مهمة هون البيتون عم بيحكي أنه بالإندستر بس آخر صورة بدي أحكي عنها هي أوتدور كافي تيبلز أوتدور كافي تيبلز مثل ما هي واضحة عطيت إكزامبلات كتير حلوة هون فيها يكون مننا وفيها للدرينكس ونحط فيها تلجة بنفس الوقت منغطيها بترجع طارل فينا نستعملها فاير بيت مثل ما هو واضح هون وفيها تكون بس نسكّرها بتصير راون طيبل ونستعملها بنش هلو كتير هيدو بيطلع فونكشونيل فونكشونيل للأوتدور وأهم شيء الماتيري اللي عم نستعملها تكون خاصة للأوتدور مش حديد يصد بسرعة أو حجر يمليح أو ما يتحمل العوامل التأس ما نقدر نخلي وقت طوي كتير حلو عماد جايب أفكار كتير اليوم بيقدروا كل الناس يجعوا لكل هالأفكار تشوفون بالتفاصيل على عماد سالم ديزاين على كل السوشال ميديا بشكشك عماد أكيد دايما لديك أفكار جديدة وحلو براتيك هنغير هغير الطاولة